الهاني سليمان انا بتعامل مع الهاني سليمان انه حرس كبير وهو حرس كبير وراءه حرس كبير في العمر حرس كبير في الخبرات حرس كبير في الامكانية وانا عادة تحديدا في حراس المرمة ما بحبش ابالغ اوأسه النهاردة كان في خطئين فادحين للهاني سليمان وخرج بعد 15 يأخذ بالك دي اسرع مرة خرج فيها الهاني سليمان من مباراة في مسيرته في مسيرته اللي قبلها كان في ديئة 27 أمام الانتاج الحرب تقريبا الموسم المقابلة الماضي تقريبا 27 وكان للإصابة النهاردة بيخرج لأسباب فنية إنه هو ما كانتش في مستوى في ديئة 15 فهو حارس كبير تاريخه جيد فكرة في إيه وأنا على فكرة بحترم كبال هني سليمان على المستوى العقلية وعقلية جيدة بالمناسبة أنا تعملت معاه أكتر من مرة في حوارات عقلية جيدة عشان كده محافظ على مستوى حتى مع تقدم العمر هجماعة ودي شأن عام يعني موضوع عام لعبتنا المصرية لعبتنا المصرية أجمعين عندهم خلل واضح جدا في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي خلل كبير وواضح كل اللاعبين عشان لو سمنا واحد ولا اتنين فهنقول أغلبية اللاعبين خلل يا جماعة التواصل الاجتماعي كونك لاعب فأنت أصبحت شخصية عامة فأنت أصبحت مسؤول عن كل حرف بتكتبه كل صورة بتنزلها كل فكرة كل حاجة أنت مش شخص عادي فأي حتة في العالم فأي مكان في العالم اللاعبين بيبقى ليهم مستشارين إعلاميين ليهم شركات متخصصة إدارة الحسابات الرسمية بتاعتهم ليهم ناس بيساعدوهم في ده مش تسحم النوم زيك زي اللي هو إيه أنا عايز أهزر أنا عايز أناكف حد أنا عايز أحط الصورة وأنا مش عارف بأعمل إيه أنا عايز ما فيش الكلام ده كل حاجة محسوبة يعني سليمان مبارح بينازل صورته وهو في الاتحاد ونايم وبيقول مش عارف أنا هنقرر القصة دي المهم حاجة استفزت الجماهير طيب لما استفزت الجماهير هو نفسه خرج من تركيزه هو اللي خسر هو اللي خسر وإزاي أصلاً لعب قبل المباراة بيوم مباراة مهمة في نصف نهاية كاس مصر داخل بيتكلم مع جميل أو بينكش الجماهير في السوشيال ميديا إزاي إزاي على فكرة مش بتكلم على الهاني سليمان وبس والله أغلبية اللاعبين المصريين خلل وتلاقي النادي الأهلي يحز اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مش عارف إيه نادي الزمالك يغرم لعبيه عشان مش عارف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر صور عاملة إيه النادي الإسماعيلي يعاقب لعيبه مش عارف فيه ده ما ينفعش وإحنا في 2023 لعيبة كبيرة فأندية كبيرة مش قادرة تفهم خطورة خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير صحيح خطر جدا على نفسهم أولا على تركزهم أولا لازم نصيحتي خط بالك هيا مش دعاية اللي هقول ده مش دعاية ولا حاجة بس فيه في مصر حتى في مصر مش في العالم في مصر الشركات متخصصة في هذا الشأن روحوا انتوا كلاعيبة روحوا وشوفوا الشركات ده تتحقنوا معاها قولوا لهم ندير حساباتنا ازاي ديروا هانا انتوا بمعايير معينة بغايدلاينز معينة بتفاصيل معينة بس مش تسحى من النوم زيك زي أي مواطن عادي داخل بتعمل أي حاجة ما ينفعش انت الحرف اللي بتقوله مؤثر الصورة اللي بتحطها مؤثر لما تحط ستوري على الانستجرام وتحط عليها أغنية فكلمات الأغنية ديت لها دلالات ومعاني فممكن الناس تأخذ شوف تفاصيل تفاصيل انت منزل صورتك وانت بتتحك وفريقك خسران لأ اتنزلها وانت زعلان لأ ما تنزلش الصورة دلوقتي لأ ما تحطش فيديو مش عارف ايه كل ده انت ممكن كشخص ما عندكش الوعي الكافي انك تعمله روح شوف حد متخصص هو اللي يعمله مش كلنا نبقى شطرين في ده عادي مش عايب يعني مشكلة كبيرة ضخمة كبيرة والناس فاكرة انها عادية لأ مش عادية يعني الحراكة لما تخش تصير الجماهير بصورة بكلمة ببوست بتويت بستوري عن استجرام كل ده يعمل مشكلة ما تقولش يا اصلا ايه انا كلمت مرة مع بعض اللاعبين واحد يعني منهم قال لي وهم مالهم ده ده الاكاونت بتاعي ده الحساب الشخصي بتاعي هو مالهم مالهم هو انت اصلا انت شخصية عامة انت مش شخص عادي انت ايه حاجة بتعملها مؤسرة يقول لا بس المهدنة عامله على حسابي مش على حساب مش عارف مين هو انت على حسابك ده حسابك ده حاجة مؤسرة حاجة مؤسرة في الناس هو انت ليه عندك فول ورز كتير ملايين من الناس عشان انت مؤسر مؤسر ليه عشان انت نجم نجم في ايه في الكورة وبس مش لازم تبقى نجم في حياتها التانية ولو حتى عايز تبقى نجم في حياتها التانية اعملها بحساب انتوا بتشوفوا مثلا كريسيا ونالدو كل صورة وكلمة بحساب ميسي كل صورة وكلمة بحساب اي لاعب في الدولة الانجليزية في الدولة الاسبانية في الدولة الاطالية في الدوليات الكبيرة او حتى الدوليات الصغيرة كل حاجة بحساب هو مش لوم على الهاني سليمان بس هو لوم على الأغلبية العظمة من اللي بيشتغلوا في الكورة في مصر مش بس لعبين لعبين ومدربين وإدارات وخلافه الناس بتسحى من النوم يقولكي أنا أخش بقى أكتب بوست هاكيد في مش عارف مين وهعمل قصف جبهة اللي لقى الجماهير يعملوا لي شير ولايكس ومش عارف إيه لا يا فندم لا يا فندم هلاك مسؤول مسؤول بقى مسؤول اللي هو إداري أو لاعب أو مدرب كل دول مسؤولين أي حرف بتقوله أنت مش مشجع أنت مش مشجع فدي نقطة قلت بالمناسبة أسرها في إطار الحديث عن ما حدث من الهاني سليمان أكتر واحد تأثر مين النهاردة هو نفسه هو نفسه قبل ما يأثر على غيره هو نفسه تأثر النهاردة المباراة مش هينساها طبعا أكيد مش هينساها